إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويعدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبقى إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصيام وقد ذكر الأئمة في سبب تفضيل ونسبة الصيام إلى الله تبارك وتعالى أقوالاً عدة أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره يقول القرطبي رحمه الله لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعلي إلا الله جل وعلا فأضافه الله تعالى إلى نفسه ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي قال ابن الجوزي رحمه الله جميع العبادات التي تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم يقول أن العبادات كلها من الشهادتين والصلاة والزكاة والحج وكلها عرضة لأن يأتي الشيطان يوسوس لك بأن تعملها لعجل فلان أو الناس يتحدثون عنك بكذا فتحسن هذا الشيء أو إنسان يذهب للصلاة ويدخل المسجد يريد أن يصلي لله ويكبر تكبيرة الإحرام فيرى شخصا ينظر إليه فيحسن صلاته من أجل هذا الذي ينظر إليه الله تعالى لا يقبل هذه الصلاة لأنك حسنتها من أجل فلان لكن الصيام ليس في شيء من هذا كل الناس لا يأكلون ولا يشربون في وقت النهار في رمضان فما في مجال للرياء وحينئذ صار من صام صوما صحيحا ولم يخدش صيامه صار عمله يجزى عليه بلا حد ولا عد لا في العدد ولا في الكمية يقول الشيخ ابن عثمين رحمه الله إن الله تعالى اختص لنفس الصوم من بين سائر الأعمال وذلك لشرفه عند الله ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك فيتركه لله تبارك وتعالى خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه فمن عجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من عجله قال وتظهر فائدة هذا الاختصاص كما قال سفيان ابن عيين رحمه الله إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويعدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبقى إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخيره الجنة بالصيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر